بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادي والسبعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تكلمنا في الحلقة السابقة في تفسير هذه الآيات من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله تعالى ونعم أجر العاملين والآن نعود إلى هذه الآيات الكريمة لنستجلي منها ما يظهر لنا من الفوائد العظيمة فمما يستفاد من هذه الآيات أولاً أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان ولذلك يقول أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا هو تعريف الإيمان والله جل وعلا لما قال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى قوله تعالى ونعم أجر العاملين فدل على أن الإيمان تدخل فيه هذه الأعمال وغيرها من الأعمال الصالحة وأنه ليس مجرد اعتقاد بالقلب فقط أو قول باللسان فقط فلا بد من هذه الأمور الثلاثة وفي هذا رد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان ثانياً يوخذ من هذه الآيات الكريمة تحريم الربا وأنه من أشد المحرمات بعد الشرك ولا سيما إذا تغلض الربا وكثر في ذمة المدينين بسبب بسبب الزيادات التي يزيدونها على المدين إذا لم يستطع السداد وكلما تأخر التسديد زاد المبلغ عليه فصار أضعافاً مضاعفة نسأل الله العافية مع أنه فقير عاجز مسكين لا يستطيع أن يتحمل هذه المبالغ فهذا من القسوة والظلم والجشع الذي يصيب بعض بني آدم حتى يدخل هذه المداخل ثالثاً يوخذ من هذه الآية أن أكل الربا أو استعماله بأي وجه أنه منافل للتقوى فليس الأمر قاصراً على أكل الربا وإنما ذكر الله أكل الربا لأنه أعم وجوه الانتفاع وإلا فإنه يشمل كل وجوه الانتفاع بالربا فلا يجعله الإنسان لباساً له يشتري به ملابس أو يشتري به أشربة ويشربها أو يبني به مسكناً أو يجعله رصيداً له في البنوك فالربا محرم من جميع الوجوه ومن سائر الاستعمالات وإنما نص على الأكل أولاً لأهمية التغذي وأن الإنسان يجب أن يغذي جسمه بالطيبات ولا يغذيه بالمحرمات وثانياً لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع فالذي لا يتورع عن أكل الذباء يكون ذلك منقصاً للتقوى أو مناقضاً له منقصاً للتقوى إن لم يستحل له فإنه صاحب كبيره وناقص الإيمان وناقص التقوى وأما إن استحله فإنه ينافي التقوى وينافي الإيمان ويكون صاحبه كافراً بالله عز وجل لأنه استحل ما حرم الله تحريماً قطعياً فكان مكذباً لله ولرسوله ولإجماع المسلمين ولما علم من الدين بالضرورة من تحريم الرباء ثالثاً أن دخول النار سببه خصال الكفر في جميع أنواعها كما أن سبب دخول الجنة هو خصال الإيمان والأعمال الصالحة فجعل أكل الرباء من أسباب دخول النار وهو غيره من الأعمال المحرمة أو الأقوال أو الأفعال المحرمة كلها سبب لدخول النار رابعاً يوخذ من هذه الآيات أن النار والجنة مخلوقتان الآن لأن الله سبحانه وتعالى قال أعدت قال في النار أعدت للكافرين وقال في الجنة أعدت للمتقين وأعدت هذا فعل ماضي فدل على أن النار مخلوقة وموجودة الآن وأن الجنة مخلوقة وموجودة الآن كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم أو نفس من أنفاس جهنم دل على أنها موجودة وأن لها فيح ولها نفس يدركه الناس في هذه الحياة والجنة كذلك هي موجودة ومخلوقة وفي هذا رد على الذين يقولون إنهما غير موجودتان الآن وإنما توجدان فيما بعد من غير دليل لهم على ذلك خامساً يوخذ من هذه الآيات وجوب طاعة الله وطاعة رسوله بامتثال الأوامر وترك المنهيات لأن العبد خلق لذلك خلق لطاعة الله وطاعة رسله قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ والله أرسل الرسل الله أمر بعبادته فقال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وأرسل الرسل يدعون إلى عبادة الله كما قال سبحانه وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمن أطاع الله وأطاع الرسول بفعل الأوامر وترك المنهيات دخل الجنة ومن عصى الله وعصى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل النار لأن النار خلقت للعصات والجنة خلقت للمتقين سادساً يؤخذ من الآيات أن ترك طاعة الله وطاعة رسوله يسببان الغضب من الله جل وعلا ويبعدان عن رحمة الله سبحانه وتعالى ولذلك توعد الله العصات بالنار وأخبر أن الله يغضب عليهم ويمقتهم لأنه سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده المعاصي وذلك من رحمته بهم وإلا فهو غني عنهم ولا يضرونه بأفعالهم ومعاصيهم ولا ينفعونه بعباداتهم وإنما النفع والضرر يرجعان إليهم إلى المخلوقين فالله من رحمته حذرهم من معاصيه وأمرهم بطاعته لأجل أن يسلموا من العذاب ويفوزوا بالثواب منه سبحانه وتعالى وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عنهم وعن أعمالهم إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عن العالمين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله ونستودعكم الله صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين